الحقيقة الناس المقبلة على الزواج أو دخلة لسه في علاقة جواز جديدة بيبقى دايما عندها حجز الخوف والتوتر بشكل كبير جدا ده ليه؟ ده بسبب علاقات فشلة قبل كده ممكن نكون كلنا الحقيقة مرنا بالعلاقات دي وبتبقى علاقات صعبة جدا ما بنبقاش عارفين ان احنا ندخل علاقة جديدة دايما بيبقى حاسين بقلق وتوتر ودايما بيبقى عندي احساس كده ان الخطوة الكبيرة اللي انا دخلة فيها دي خلط في ناس كتير بيحاولوا ان هم يعني يتخطوا الموضوع ده وبيقولوا طيب احنا دلوقتي وقفين على ارض صلبة طيب احنا صح طيب احنا غلط الحقيقة ما خاوف كتير النهاردة بنحاول ان احنا نفتح قلوبنا ونتكلم من جديد عشان ندخل علاقات جديدة سليمة ودفتنا اللي هتكلمنا في كل التفاصيل دي مروى شعراوي اهلا بيك اهلا بيك دايما انا بقول في العلاقات الجديدة دايما ببقى انا خايفة مش عارف ايه صح طب انا غلط طب انا صح طب هل العلاقة دي ممكن تكون منصفة لي بعد كده وتعودني عن علاقات قديمة ازاي اعرف ان انا صح ولا غلط في العلاقات الجديدة خصوصا ان في ناس كتير قوي بتبقى فشلت في علاقات سابقة والحقيقة اهم حاجة بتبقى الصراحة يعني الفكرة ان انا لما بقى دخلة لازم بقى فيه تواصل كويس الاول مع نفسي يعني انا فهم احتياجاتي كويس فهم انا محتاجة اي من الشريك فانا فهم نفسي كويس فانا دخل على العلاقة وانا عارف انا محتاجة ايه من الطرف الاخر احنا بنبقى عارفين احنا محتاجين احنا بنتكلم على الاطراف التالية اللي مش عارفة يا عايزة ايه بالزبط المشكلة بقى ان احنا يعني التواصل الجيد من الاول والاستماع لبعض وان احنا يبقى عندنا صراحة ان كل واحد يعبر عن احتياجاته وكل واحد يعبر برضو عن مخاوفه وتوقعاته من العلاقة ده كله بيبقى مدي كده صورة من الاول اذا كانت العلاقة دي هتكمل ولا لا يعني اذا كانت اهتماماتنا واحدة احنا قادرين نبقى حسين بالامان واحنا بنتكلم مع بعض فيه راحة نفسية فيه عارفة safe zone كده يعني انا قادر اتكلم براحتي وهو كمان قادر يعبر يعني انت تقصلي تقولي ان في الاول كده لازم يكون فيه كمية وتواصل بزبط بزبط وتكافؤ فيه مع الطرفين يعني انا احس ان الطرف ده شابه وهو وانا شابهه في حاجات كتير مشتركة فده بيقول ان العلاقة دي هتكمل بزبط بزبط ومهم كمان ان انا يعني الجزء اللي انت قلتيه في الاول اللي هو فكرة الفشل يعني لو انا فشلة في علاقات قبل كده او في علاقات قبل كده ما كملتش معايا فانا محتاجة بس احط الفشل يعني في صورته المحدودة ان هو دي حاجة طبعاية جدا يعني كلنا كبشر معرضين لعلاقات كلنا معرضين بعلاقات زيدي بالزبط كده فما ينفعش بقى ان احنا نحط الفشل ده ان احنا مقصرين او مشكلة عندنا لازم يبقى عندنا كده توازن في التعامل مع نفسنا ان احنا نبقى فهمين دي المشكلة فين من غير ما يبقى عندنا لوم زيت وجلد زيت يعني نبص الموضوع بشكل موضوعي اكتر طيب خلينا نتفق ونقول ان في ناس كتير بتحاول ان هي تخرج من العلاقة باقل الخسائر بس خلينا نتفق برضو ان في ناس كتير بتتأثر بالعلاقات السابقة وما بتبقاش قادرة انها تاخد قرار الجواز ازاي متأثرش بعلاقات سابقة ازاي ما بقاش مهزوزة ازاي ما بقاش مش عارفة اقرر ازا كنت اقنا صح ولا غلط في ناس عندها موضوع القرار ده بيبقى موضوع صعب جدا بيعد سنين والسنين عشان تعرف تاخد قرار وللأسف ما بتعرفش تاخد قرار ازاي متأثرش بعلاقات سابقة بوسي هو الاول انا محتاجة يعني المخاوف في الدخول في علاقات عموما انا محتاجة افهم المخاوف دي مصدرها ايه يعني هل المخاوف انا اعرف مصدر الخوف جاي منين الحاجة التانية انا محتاجة كمان ان انا اعرف الخوف اللي انا خايفة ده بسبب ايه يعني خايفة من الالتزام خايفة ان انا افقد استقلاليتي مثلا خايفة ان انا العلاقة تفشل فلازم نعرف سبب المخاوف ومصدرها ده اهم حاجة يعني ومعدين محتاجين بقى نشتغل على حتة الساقة بالنفس يعني انا برضو تاني المفروض ان احنا لما نبقى داخلين علاقة عارفة ايه اللي بيضيع البصلة بتاعتنا او بيتوهنا ان احنا ندخلين العلاقات احنا مش فاهمين نفسنا اصلا فبالتالي احنا بنبص للعلاقة دي انها مهرب هو ده الملجأ الوحيد طبعا انا اقف عند النقطة دي واقول حاجة مهمة جدا كل الناس سواء رجالة او ستات منات ولاد لما بيخلصوا علاقة او بيفشلوا في علاقة اللي بيخلوهم ينسوا الطرف الاخر ان هما يدخلوا بسرعة علاقة بديدة انت شايفانا ده غلط ولازم اخد وقت قد ايه عشان خاطر ابقى متوازنة نفسيا ان انا اقبل على علاقة جديدة او اكون مهيئة نفسيا لعلاقة جديدة بوسي السؤال ده جميل جدا طب كل الناس بتهرب هدخل هنا على طول عشان انسى عشان اتلهي انت عارفة المشكلة في ايه كمان ان احنا ما بناخدش وقت التعافي يعني الوقت التعافي ده هو اهم حاجة اصلا من قبل الدخول في علاقة جديدة لان احنا مش بنزلم نفسنا بس بنزلم بالطرف التاني فهو ما زنبوش حاجة وهي ما زنبهاش حاجة فالفكرة كلها ان احنا اولا محتاجين ناخد الوقت بتاع التعافي بتاعنا ان احنا ننسى العلاقة اللي فاتت نبسلها بتوازن نتعلم منها فنحس ان احنا من جواني كده تعافينا تماما قبل ما نفكر نخش في علاقة جديدة يعني ده اهم حاجة وبقى صريحة مع الطرف الاخر ممكن نكون اصحاب ممكن نكون اي حاجة بس انا محملش مشاكل نفسية على الطرف الاخر يعني يا لأ خلاص انا مش عايز افكر في اللي فات لان دي مش وسيلة للتجاوز يعني احنا محتاجين الاول ناخد وقتنا نتجاوز تماما ونتعافى تماما وقعدين نفكر في علاقات لي حلو طيب ازاي العيلة والاصحاب والاهل والناس اللي حوالينا الشخص ما يكون داعم ليه في قرار الجواز انا بالنسبة لي بخاف اتدخل يعني ايه يعني مثلا لو انت جتي سألتيني طب ايه رأيك في الشخص انا بخاف اقول رأيي ليه يعني ما خاف بعد كده تقول ياسي انت فاكرة لما انت قلت لي انا بخاف لي يكون قراري غلط بخاف لي يعني ما عرفش يعني بقول كومنتات بسيطة اوي ازاي بقى الاهل يبقى عندهم القرار الصائب مية في المية ان هما هيكونوا مسؤولين على الطرف اللي موجود في العيلة صائب الابنة او الابنة ويعدوا بيهم المحنة دي ويدخلوا قرار الجواز انا بشوف دلوقتي ان قرار الجواز دا بيبقى صعب خطوة صعبة ازاي يبقوا دعمين سليم وانا شايف ان الطرف ده كويس والشخص ده كويس ويه التكل على الله والجواز بصي احنا محتاجين اصلا نديهم الثقة يعني هي الفكرة ان انا عشان ابقى دعم للشخص اللي عايز ياخد قرار زي دا فانا محتاجة حسسه ان هو يقدر ياخد القرار دا يعني محتاجة ان انا اعمل كده على قدراته هو الشخصية مشيكش فيه يعني ما ينفعش اقوله ايه لا يعني انا هيأو نفسيا انه يكون شخص يكون عنده ثقة بالناس ده يكون سهل جدا ان هو يختار بالزبط كده بالزبط وكمان فيه مشكلة كمان بيعملوها عادة الاهلاء والناس المقربين المقارنات يعني لا انتي على فكرة العلاقة دي مش هتبقى كويسة انتي خلي بالك من بنت خلتك انت خلي بالك من ابن عمك دي مشكلة كبيرة جدا المقارنات فعلا بتفقد الشخص الثقة بنفسه فبالتالي ما بيبقاش حاسس ان هو اخد قادر ياخد قرار كمان حاجة تانية فرض الرأي يعني فكرة ان انا بقى شايفة حاجة بناء على تجربتي وخبرتي انا فبحاول افرضها على الطرف التاني يعني ان هو لا انت لازم تاخد القرار ده ده وحش ده حلو تكمل ما تكملش في الاخر ده مش بيبقى قرارنا احنا يعني احنا المفروض ان احنا نساعد الشخص اللي مقبل على الزواج ان هو يقدر يقرر بنفسه من غير ما احنا نفرض رأينا او نحاول يعني ندايع عليه الاختيرات فيه ناس بتقع فيه اختيرات مش خاطئة نقول طبع مش حلوان فيه ناس بيقى ان ده طبع مش حلوان ممكن يكون واحد متحكم في الجواز اوي او في العلاقة اوي تشتغليش تانية انا مش عايزك تشتغلي انا مش عايزك تنزيل انا مش عايزك تعملي بنشوف كمان ده في السن الصغير منتشر اكتر او شاية اكتر فيه بنت تبقى تبقى فرحانة ابدأ اوي ده بنغير علي ده مش عارف ايه في الاسب بعد كده بتشوف صورة غير سليمة وصورة فشلة في الجواز ده فيه مؤشرات في الاول يا مروة كده البنت لازم بتاخد بالها منها اوي يعني زي بتبقى عزي ما بيقوله كده رات فلاج اخد بالي زي ان الشخص ده مش هينفع عني ايه لحاجات كده نقولها في نقط واحد اتنين تلاتة اربعة ايه بعد خلاص تقفل الصفحة دي وايه ومن جديد واول حاجة احنا محتاجين نبقى احنا فاهمين احنا دخلين العلاقة اصلا عايزين ايه لان فيه مشكلة ان احنا لما بنبقى تايهين او مش عارفين مش محددين هدفنا فاي حاجة بتبهرنا يعني دي مشكلة تانية ان انا ببقى دخلة يعني مثلا فيه واحدة ممكن يبقى لها صفات معينة في شيك حياتها فتبقى هي دخلة برسايس اوي بتدور عليهم وفيه ناس بتبقى دخلة اللي هو فرحانة بالعلاقة عموما فدي طبعا من اول وهي سينا نقول ان اغلب الناس بيبقى دخلة فرحانة بالعلاقة او هي مش بتدعو انت خلاص اتلهت في حاجة ويقولوا ده نصيب خلاص انا مش فصل حد على مزاجي بس فيه نقط كمان النقط بقى مش يعني اولا الصراحة مهمة جدا يعني لازم بقى فيه صدق في التعبير ان احنا قادرين نعبر عن نفسنا فيه امان كده فيه كمان اهتمامات مشتركة يعني انا لما اجي اعبر عن مثلا نفسي ان انا مثلا بحب الاريه بحب اروح مكان معين بحب هوايتي بشكل معين بنحب الخروب مع بعض بنحب نروح اماكن مع بعض بنحب ناكل اكلات واحدة بزبط كده تأهم الحاجة الاحتمام المشترك حاجات ام مع بعض لاتمام المشترك ده هو الاساس لانه احنا بننبهر في الاول دي الفترة بتاعة الابهار وبعدين لما بتخلص فترة الابهار بنجي بقى لفترة الحقيقة اللي هو كل واحد الحقيقة طب نحط بقى الحقيقة دي كده في البروز كده عشان نقولها لكل الناس اه الحاجات لما شوفها او اي شخص يشوفها إيه بعد عن العلاقة دي إن أنا ألاحظ إن فيه كذب كتير كذب أول حاجة أهو عشان بنقول لكم أول حاجة نشوفها في بداية العلاقات عشان نبعد ونقفل الصفحة دي الكذب من أول الحاجات اللي إحنا ممكن نبعد أو نعيد الفكرة تاني في موضوع الارتبط أو الجواز بالضبط اللوم الكتير النقد 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 يعني النقد اللي أنا طول الوقت أنا بعلق قوي على عيوب بهد الشخصات القدامي بهد الشخصات القدامي فدي برضو من البوينت اللي أنا بعد ما أشوفها خلاص شايفين العلاقة دي بعد كده ليها مؤشرة مش نطيف ثالث حاجة المهم قوي بقى إن أنا احترم الاختلاف يعني بمعنى إيه إن أنا فيه تفاوض بيني وبيني يعني فرد هو مش فرد رأي يعني بالضبط مش نقد بقى بالضبط كده لا وحتى في الاهتمامات يعني مثلا فيه زي ما أنت المثال اللي أنت قلتيه في الأول إنه لأ ما تشتغليش لأ ما تروحيش أوكي يعني إحنا لما نختلف عايزين نوصل كده النقطة في النص يعني فهماني اللي هو مرضية للطرفين بالضبط بالضبط فإحنا نبقى قابلين اختلاف بعض يعني أنا عارف إن أنت تقدر يتعملي واحد اتنين ثلاثة وأنا قدر أعمل واحد اتنين ثلاثة فنوصل لنقطة التلتقاء في النص فهماني لكن مش فكرة فرد رأيه وخلاص في المجمل يعني دي أهم حاجة نلأ كدب لوم نقط وإيه تاني محتاجين كمان نوصل لنقطة التفاوض يعني دي دي نقطة مهمة جدا إن إحنا حتى في الخلافات ما يبقاش الهدف إن إحنا نركز على العيوب فين ونركز على إنه الخلاف عايزين حلول يعني إحنا لما نبقى في خلاف الاختلاف على فكرة بيبين جزء كبير قوي من العلاقة يعني الناس بتبان في الاختلافات في العلاقات فإحنا بنعرف ندير اختلافنا إزاي إن إحنا بنخش الخلاف لوم ونقض وتوبيخ ولا بنخش الخلاف أنا وإنتي بنصع ندور على الحل فدي مهمة جدا إن إحنا في الخلافات بيبقى هدفنا إن الخلاف يخلص نحل الموضوع فدي حاجة مؤشر مهمة قوي إن العلاقات ينجح حيث جدا إحنا شوفنا بعض النقاط كده لما نشوفها في العلاقات نتكل على الله ونقفل الصفحة دي طيب مروا خلينا أسألك أقولك إن في ناس كتير دلوقتي برضو بتقابل أشخاص بيحبوها وهم اللي دين بيحبوا بعض بس بيبقى عندهم بعض المخاوف مش قادرين يخطوا الخطوة إزاي الطرف الثاني يساعد الطرف الآخر على إنه يخليه يقلل من التوتر ويخليه ما يخافش ويبقى عارف إنه مثلا تأثر بحاجات فاتت قبل كده يقلل من إحساسه بالتوتر ويقدم على الخطوة دي بسلام وأمان من غير أي مشاكل نفسية بصي هو التطمين مهمة قوي في العلاقة إن إحنا نطلع من الطرف الثاني يعني بصي الكلام الصادق والكلام الطيب يعني يبقى فيه مواد ده كده ده أول حاجة تاني حاجة أنت مش هتخافي لو اللي قدامك بيسمحلك تكوني نفسك يعني هي دي الفكرة إن أنا بسمعها كتير قوي حتى في الجلسات ما أقدرش أعبر عن نفسي جواي كلام كتير مش عارفة أقوله أنا لما بتكلم مش بيسمعني فدي مشكلة إن الستة ساعتها مش تبقى حاسة بالأمان أو حتى الطرف التاجي يعني هي الفكرة إن أنا أقدر أكون نفسي أنا حاسة إن أنا لو قلت لو عبرت عن شخصيتي الحقيقة إنتي مش هتبصي لي إن أنا قليلة مش هتقولي لأ إنتي مش فهم حاجة لأ إنتي على طول أنا أدر أقول ده أدر أعبر عن نفسي كويس فساعتها أنا مش هخاف مش هقلق لإنه حاسة إن الطرف التاني يديني مساحة شايفة إن من أهم الحاجات في العلاقات هي الأمان أكيد الأمان أهم حاجة أهم من الحب أكيد طبعا طبعا لإن الأمان بيدي مساحة إن أنت تبقي نفسك يعني ده على فكرة ده من أهم الأسباب إن العلاقات بتفشل اللي مش قادرة تكوني نفسك أنت بتحاولي تبقي زي ما الشخص التاني عاوزك أنا بمثل في العلاقة دي إن أنا أقوم بدوري في العلاقة دي إن أنا طرف آخر لكن إحساس بالأمان أنا مش حاسة وده واجب أو وظيفة كل طرف آخر مع الطرف اللي معاه بس هي التنازلات موجودة يعني إحنا تكلمنا إنه لازم بقى فيه تفاوض وموقت التواصل موجودة التنازلات ولكن هي الفكرة بنتنازل عن إيه أنت في الآخر التنازل اللي أنت عاوز عن يعني كل اللي أنت عاوزات نازل عنه بس مش جزء من شخصيتك لأن هتتوجعي هتفضلي طول الوقت حاسة أن أنت مستخبية جوا نفسك كده فده شيء بيخليكي مش حاسة بالأمان في العلاقة أصلا طيب هنسأل بقى عن سؤال مهم جدا إن يمكن الناس كتير بتبقى الموضوع بالنسبة لهم نسبة وتناسب ومش حاجة أساسية أحسن في الجيل اللي إحنا فيه أحسن سن في الجواز رينجة قد إيه ما بين كام وكام بصي هي صعب يعني لأن هي بتختلف طبعا حسب كل عيلة وكل بيئة والكلام ده كله بس هو يتعلم يعني دلوقتي مش أقلم من 24-25 سنة لأن تكون هي بدأت أو هو يكون بدأ يفكر في حياته هو هيعمل فيها إيه يعني إحنا دايما بنتخيل سن البنت يا مارو أنا بقول سن البنت إحنا بنتكلم في 25-24 سنة تكون خلصت الكلية بدأت تقف على بداية حياتها العملية هي تختار بقى هي عايزة إيه في حياتها يعني توقف ترسم كده مهم أول موضوع ده إيه في ناس بتتجوز من سن صغير أول الأسف أنا بزاق 20 سنة كلنا كلنا يعني 20 سنة ده صعب وفي ناس لوقتي بتقولك لا لا خلاص بعدين لوقتي البنات بقوا شايفين نفسهم من بدر 15 سنة فتيجي عند 20 سنة تحس إن خلاص يا خلاصت كل حاجة في حيات عايزة تتجوز وده برضو سن صعب جدا أننا تتجوز 20 سنة عارفة ده كمان بيعمل مشكلة بقى أن إحنا بيبقى في أعباء زيادة على العلاقة إن أنا لما بتجوز ببص للعلاقة لأن هي أهم إنجاز في حياتي فبالتاني ده بيبقى عبقى على الطرف التاني إن الطرف التاني طول الوقت حاسس إن أنا لأ ما تعملش حاجة لنفسك خذي بالك ده شغل الشاغل كل الأطراف دلوقتي سواء بنات أو ولاد العلاقة هي أم حاجة في الحياة وما نسيون شغل نسيين الكارير نسيين إن هم يحددوا مستقبلهم ويتوروا نفسهم والعلاقات الباقية صحابهم وعائلاتهم وجزء الروحاني وجزء اللي أنا بعمل جواياتي كل ده مش موجودة بالضبطة العلاقة أهم حاجة فبالتالي ده بيعمل إيبقى عليها إن عندها تعلق وفي نفس الوقت إيبقى على الطرف التاني إنه هو حاسس إنه طول الوقت شغلها وبتأجل كل حاجة في الحياة أو بتأجل كل حاجة في الحياة وتستنى العلاقة هي أولاد سن الولاد أو الرجل يعني من الحاجات اللي بتبقى نطجة كده والعلاقة بتبقى سليمة سنة كم تقريبا؟ برضو في آخر العشرينات يعني مش قبل 29-30 سنة خلي بالك البنت النطجة أسرع من الرجل شوي يعني في طرح لازم يكوننا 3-4 سنين مش أهلم 3-4 سنين مظبوط اللي بيمشي العلاقات أي مظبوط مروة انت نورتين وقت فقر جميلة جدا وقت كامع علموات حلوة لكل الناس اللي بتشوفنا النهاردة بنشكر دفتنة اللي كانت من ورانا مروة شعروني شكرك إن شاء الله تكون من ورانا في فقرات تاني اشتركوا في القناة